السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصدقائي الاعزاء اهلا بكم اصدقائي الاعزاء في دبلوم الاقتصاد الاداري الفرقة التانية مدد التنظيم الصناعي المحاضرة التانية معاكم دكتور عيود رشال عبدالقادر مدرس الاقتصاد بكوليد التجارة جامعة اينش. اه في المحاضرة دي هنكمل شرح مخطط نموذج العمل التجاري اللي هو البيزنس موديل كامبس وقلنا ان هو بيتكون من اه تسعة بلوكس او نين بلوكس اول بلوكس فيها القيمة المقترحة وشرحناها بلوكس التاني شرائح العملاء والتالت القنوات والرابع اه العلاقة مع العملاء والخامس مصادر ايرادات شرحنا في المحاضرة البادة الخامسة دول ونشرح المحاضرة دي الاربعة التانية اللي هم الانشطة الرئيسية الكي اكتيفيتز والموارد الرئيسية الكي بارتنرز والتاسع حاجة اللي هي هيكل التكاليف في الموارد الرئيسية الموارد ديت معناها ايه دي الاصول اللازمة لنجاح نموذج العمل التجاري الشركة طبعا او نموذج العمل التجاري عشان يقوم محتاج موارد رئيسية او اصول معينة الاصول دي اللي هي بتمكنها من خلق قيمة مقترحة وتقديمها لعملاءها وتمكنها من دخول الاسواق والمحافظة على العلاقات مع عملاءها وتمكنها ايضا من كسب الايرادات الموارد دي ممكن نقسمها لموارد مادية فيزيكا الموارد المادية زي معدات التصنيع والمباني والسيارات اللي هي الاصول يعني طبعا في شركات بتقوم بتعتبر الموارد المادية آآ نسبة كبيرة جدا من اصولها زي شركة وولمارت مسلا شركة ديت شركة ده سوم ماركت كبير يعني عالمي في الوقات المتحدة الامريكية تعتبر موارده المادية آآ يعني هو الجزء الاهم في موارده الرئيسية وعندنا اصلا شركة امازون آآ امازون دوت كوم بس دي شركة كثيفة رأس المال بتتمتع بشبكة كبيرة جدا واسعة من المتاجر والبنية التحتية للخدمات اللوجستية عندنا بعض الخدمات المادية عندنا الفكرية اللي هي الموارد الفكرية زي العلامات التجارية آآ يعني ايه موارد زي العلامة التجارية والمعرفة والمملوكة وبراءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر والشركات وقواعد بيانات العملاء دي اسمها موارد فكرية الشركة اللي بتمتلك الحاجات ديت بتمكنها من خلق قيمة شركة نايك مثلا شركة نايك وشركة سوني بتعتمد في آآ آآ في شغلها على آآ البراند او العلامة التجارية بتاعتها شركة مايكروسوفت وساب بتعتمد عن الملكية الفكرية اللي طورتها آآ عبر سنين الويندوز مسلا بتاع شركة مايكروسوفت يعني دي حاجة اساسية او موارد فكري بالنسبة لها بتولد منه قيمة آآ مكترحة. والموارد البشرية هنا طبعا اللي عنصر البشري دي اهم عنصر في نموذج العمل التجاري. وفي نمازج معينة زي شركات الادوية مسلا بيعتبر العنصر البشري فيها اهم عنصر في توليد القيمة المكترحة. يعني بقول لك شركة يعني آآ الاهم اصل عندها هو الرأس المال البشري عندها جيش من العلماء المتمرسين وفريق كبير من رجال المبيعات المهرة. يبقى المورد البشر دي مسلا في البنوك في الشركات الادوية يعتبر رأس المال البشري دي اهم عنصر من عناصر نجاح نموذج العمل التجاري. عندي الموارد المالية برضو مهمة جدا موارد المالية آآ ده عنصر مهمة في خلق آآ قيمة مقتلحة وتقديمها من خلال نموذج العمل آآ التجاري. آآ في حاجة عندي بعد كده اللي هي البلوكس السابع اللي هي الانشطة الرئيسية. الانشطة ما هي الانشطة التي يجب القيام بها لانجاح نموذج العمل التجاري. عشان نقدم قيمة مقترحة للعملاء ونكسب من وراها هنعمل ايه الشغل اللي هنشتغل? النشاط الرئيسي بتاعنا. النشاط بتاعنا هيبقى يا ام نشاط انتاجي يعني ان صمم منتج وصنعه وورده. تمام? او حل المشكلات يعني ما بتنتج حاجة او بتحل آآ مشكلة. يعني في حل المشكلات مثلا الشركات الاستشارات زي شركة مثلا مكينزي زي المستشفيات او اللي بتقدم خدمات واستشارات ديت. آآ دي مهم جدا عندها ادارة المعرفة والتدريب المستمر. يبقى احنا بنعمل ايه? يا بنعمل نشاط انتاجي او او عندنا آآ منصة. المنصة هنا او البلاتفورم من شركات التكنولوجي دلوقتي تعتبر المنصة عندها آآ حاجة مهمة جدا جدا. يعني شركة اي باي دي شركة آآ دفع الالكتروني زي كده زي الدفع الالكتروني. شركة آآ فيزا. الشركات دي المنصة بالنسبة لهم ده اصل من اصولهم او النشاط رئيسي لها. النشاط رئيسي بتاعها المنصات الالكترونية. آآ عنصر او حجر البناء التامن في نموذج مخطط نموذج العمل التجاري هو الكي بارتنرز او الشركات الرئيسية طبعا الشراكة آآ يقصد بها الشراكة بين الموردين والشركاء التي تساعد على نجاح نموذج العمل التجاري. آآ نموذج العمل التجارية او الشركات بتقيم آآ شراكات مع اطراف اخرى لاسباب كثيرة. آآ الشراكات دي اصبحت حجر الزاوية في كسير من نمازج الاعمال التجارية. ممكن الشركات تدخل في تحالفات مع بعضها تعمل شراكات. آآ الشراكات دي بيبقى هدفها الحد من المخاطرة او الحصول على موارد جديدة. ممكن يكون هدفها تحسين واقتصادات الحجمة علشان نكبر. وعشان الحد من مخاطر وعدم التيقن. والحصول على موارد وانشطة. آآ اخر حاجة هيكل التكاليف العنصر الاخير. ده بيبين التكاليف بتاعتنا هتتولد منين او ما هي التكاليف بتاعتنا. طيب في نمازج التكاليف فيه فيه نوعي من هيكل التكاليف. في هيكل تكاليف مدفوع بالتكلفة او ده كل هم اقلل التكاليف. يعني في في الهيكل ده كل هم الشركة هيدا ان هي تقلل تقدم ازاي بقى اقل تكلفة ممكنة. عشان تقدر تخلق قيمة مقترحة من خلال السعر ان هي تقدر تبيع بسعر ايه آآ متدني جدا او سعر ايه غايل. ونجحة شركة زي ساوز ويست وايزي جيت. وريان اير ديت ريان اير. الشركات دول عملوا نمازج اعمال مدفوعة بالتكلفة ان هم عملوا آآ تذكار الطيران بسعر الاوتوبيس او بسعر تذكارات الباص. ان هم قدروا يقللوا التكلفة الى آآ آآ اقل حد ممكن. فقدروا يخلقوا قيمة هنا او الكاملة المقترحة مدفوعة بالتكلفة. هيكل التكلفة هنا اقل ما يمكن. ممكن هيكل التكاليف يكون مدفوع بالقيمة. بالقيمة فاليو دريف انا ما يهمنيش هنا في الهايكل التكلف دوت ما يهمنيش انا يهمني القيمة. آآ ده بيبقى النشاط دوت في الفنادق الكبيرة جدا الفخمة جدا جدا. اللي كل همها يبقى الحاجة فخمة واخر حاجة. آآ والكلام ده كله والخدمات تبقى حصرية. لان العملة اللي من نوع دول اللي بيحبوا النوع دوت من الخدمات ما يهمهمش القوص هنا. هم يهمهم القيمة اللي بتدخل المنظرة اللي مش زي الفنانين الكبار زي 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 لعبت الكبار الكبار كبار رجال الاعمال. هنا يهمهم القيمة ولا يهمهمش الايه القوص. يبقى ممكن هيكل التكلف هنا هو مدفوع يكون مدفوع بالقيمة او كده خلصنا المحاضرة التانية ويبقى كده شرحنا مخطط نموذج العمل التجاري وقلنا مخطط ده باختصار هو نموذج بتقدم في ورع واحدة في او تسعة حجارة اساس بيحدد الشركة هتنتج ايه اللي هتقدمها للعملاء وهتقدمها المين اللي هي شراحة العملاء وتقدمها ازاي اللي هي وزي تحتفز بالعملاء ان هي تبني آآ تبني علاقات كويسة مع العملاء وبعد ده كله هتجيب ارضات منين الفلوس هتجي لها منين وبعد كده ندخل على الجانب التاني من آآ اللي هما آآ الانشطة الرئيسية بتاعتنا الموارد الرئيسية بتاعتنا الشراكات الرئيسية الكوست بتاعتنا هل الكوست بتاعتنا مدفوعة بالتكلفة ولا مدفوعة بالقيمة يبقى التسع عمين بلوكس دول بيسموهم الخطط نموذج العمل التجاري ودي اداة جديدة في اداة ثورية في آآ دنياء الاعمال او ده ملخص كده لدراسة الجدوى الاقتصادية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته